نجمنا ونجم النادي الاهلي امتخب مصر مروان محسن مبروكة مروان بطولة صعبة وكان فيها امكين امور كتيرة جدا لكن النادي الاهلي قدر انه يحسب بطولة دي قبل نهايتها باسبوع بجدية اللعيبة وبإصرارها حابب تقول اللعيبة حابب تقول على حصول النادي الاهلي رقم 2 ورعين لبطولة الدور عن ذكر مؤمن ذاكريا ويمكن توجيه النادي الاقل اللي له انه يكون متواجد وفرحاته معكم النهاردة ويرفع درع الدور العام دي بتأثر فيه بشكل كبير وفي نفس الوقت يبتديكو حافز كبير جداً أمروان طبعاً هو دايماً عطول مؤمن عطول كل اللعبة كلها كان عندها عاد اللي إحنا نزم دايماً بندعم مؤمن وفي ظهره دايماً ودي حاجة أقل حاجة طبعاً بنقدمها له إن شاء الله وبإذن الله يعني نجيب له بدولة أفريقيا إن شاء الله ويرجع في السنة تاني يعني بإذن الله مرواني يمكن كادمة بيلعب كرمب بيلعب عنده حاجة بيلعب دي هي روح النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي فترة اللي فاتك قد صعبة جداً على لعيبة متحديداً على المستوى الفرد لكل لعيبة لأن المسم كان صعب وفيه طلاحهم كبير جداً للمباراة إزاي يدرتوا تتعدل المرحلة عليك؟ الحمد لله حد كان عامده جهدات طبعاً وبعض اللعبة كان عندها جهدات لكن الواحد دايس على نفسه الحمد لله المستوى للفرقة الحمد لله بيعمل لعليه وزيادة وإن شاء الله إحنا كلنا مركزين على أفريقيا أهم حاجة السنة دي برضه وإحنا لازم ناخد أفريقيا إن شاء الله ونفرح الي جمهور دي وإن شاء الله وما بيجدش فيه استبات الفراجية إن شاء الله اللعيبة إن شاء الله وإنا ببارك للعايبة كلها وإبجاز الفني وإن شاء الله الangersعونين على جمهور دي إن شاء الله بإذن الله نفرحها damn it الكل على العهد وكل على قلب الرجل ومحب بالنسبة للباطولة الأفريقية لكن الرسالة إيه اللي ممكن يقولها المراوان محصل لكل جمهور النادي الأهلي اللي بيساندوا بيدعم وعندوا حافظ كبير جداً وعندوا أمل كبير في ربنا سبحانه وتعالى إن العابة النادي الأهلي إن شاء الله اتحقق البطولة اللعابة كلها تعالى من الجلالة وهم إن شاء الله على الوعد إن شاء الله كلنا مركزين على كده إن شاء الله بإذن الله نفرح كل سنة دي بإذن الله ودايماً في دغرينا إن شاء الله ربنا خلاكي محافظة إسلام من بارك من جديد طبعا للمروان محسن راحب النجوم للنادي الآلي فرحة أكيد كبيرة وفرحة مهمة جدا